أنا عارف أنت لسه راجع من الساحل وشفت لك فيديو عندك آخر فيديو تقريباً عملته اللي هو بتاع الساحل الطيب والساحل الشرير إحنا طبعاً كل الناس سمع المصطلح الساحل الطيب والساحل الشرير بقاله فترة بس أنا دلوقتي عايز أعرف منك أنت من وجهة نظرك هو ليه ده طيب وليه ده شرير إيه اللي بيحصل؟ احكي لنا هو عمتاً هم أسم الساحل نصين طيب وشرير عشان هم شايفين أنه هو الشرير بقى الناس بتروح مش عشان تستمتع بالجو والمصيف بتاعها مش زي زمان زي الأول كنا بنروح عادي نعود على البحر ناكل فطير ناكل فرسكة نستمتع بالجو إنما الساحل الشرير بقى مكان وقى الناس بتروح كله بيبص على التاني شغلين بالهم بالناس انت لابس ايه بتعمل ايه فعشان كده أنا بحب الساحل الطيب أكتر لأنه هو بستمتع بالوقت بتاعي أكتر بتصايف فعلاً وما بيبقاش بقى فيه دوشة وحفلات بالليل والكلام ده كله لأ عادي بتنزل تعد على الكافية مع أصحابك عادي تلعب وكتشينة تتبسطوا بالقعدة وده لزي طبعاً اه طبعاً بكثير كمال في ناس بتحب التاني والحفلات والحاجات دي يعني طبعاً الحاجات التانية ممكن برضو تكون زريفة انا بروح برضو بش أكيد بس ما يبقاش هو ده المصيا في كله ما يبقاش هو ده الوقت كله الواحد لو فضل ليخرج في الحفلات دي وما بيصيفش بجد بمعنى المصيا في القديم بتاعنا اللي هو بتاع الطيب يعني بيرجع يحس ان هو عايز أجازة من الأجازة انه تعبان طبعاً منهم متأخر والصحيان بدري وعندنا هنا حفلة وعندنا هنا خروجة فحاجة ما هو ليك طيب انت زورت الحد دلوقتي كم مكان في مصر يعني أنا لفيت مصر كلها تقريباً طب تقدر تعدوم لي ولا؟ يعني مش عايزة عرفهم بالتفصيل بس ممكن تقولي رقم رقم حوالي 25 أو 24 أوكي ممكن تقولي فيه من الأماكن مثلاً الغردقة شرم الشيخ حاجات انا معرفهاش هم كتيرهم كلها وانا اللي فضيلي في مصر حلاب وشلاتين بس حلاب وشلاتين دي أبعد حاجة دي بعيدة شوية